افتتح مؤخراً أحد أقدم مساجد الدولة الفاطمية وهو مسجد الأقمر الأثري بشارع المعز بعد إعادة تطويره وترميمه لمدة بلغت ما يقرب من عشرة أشهر يعود تاريخ إنشاء مسجد الأقمر لنحو تسعمائة عام ويعد واحداً من أهم مساجد القاهرة الفاطمية مع غروب شمس يوم جديد أقيمت أول صلاة مغرب بمسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمية بعد إعادة تطويره وترميمه لمدة بلغت ما يقرب من عشرة أشهر وبتكلفة أربعة عشر مليون جنيه للإعلان عن ميلاد جديد لأحد وأهم وأجمل مساجد القاهرة الفاطمية بمعالمه البديعة وبأحجاره التي اتسمت باللون الأبيض وجدرانه التي تتلألأ تحت أضواء قمر قاهرة المعزة ولذلك سمي المسجد بهذا الاسم مسجد الأقمر أعمال الترميم المعماري والدقيق بدأت في أكتوبر 2022 انتهت بالكامل النهاردة تغيير أسلاك إضاءة كشفات ترميم معماري ترميم دقيق إزالة التساخات وتكلسات تنظيف الواجهات سواء كان الجسية أو الخشبية أو الأعمدة الرخمية الحمد لله فرش أرضية بهذا الشكل لا الحمد لله مزار يضاف لخريطة السياحة وخاصة الدينية أعمال الترميم يتم على جميع المستويات داخل قطاع الأصار السنوات القبطية في الفترة الأخيرة من ضمنها مسجد الأقمر لو حضرتك أنت متابع معنا كان عندنا مسجد الزهر بيبرس من حوالي شهر بالزبط وكان قابليه مسجد الحاكم بأمر الله اللي كان موجود في كشار المعز كان عندنا مصار سياحي كانت فتح في الضرب الأحمر كان مجموعة من الأسبيلة ومن القبابة الدراحية تم الانتهم من عمل الترميم وتم افتتاحها للزيارة من ضمنها مسجد الأقمر اللي احنا بصدد ذلك عملية الترميم شملت واجهة المسجد التي تحظى بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية محفورة بالحجر لتكون أقدم الواجهات الحجرية الباقية في مصر بالإضافة إلى تجديد الأعمدة والشرفات الخشبية بهذا الصحن المربع المكشوف المحاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة بالإضافة للمشكاة وسط المحراب بالنسبة لإقامة الشعار في هذا المسجد احنا بالفعل النهاردة تمت إقامة الشعار في هذا المسجد صلينا صلاة المغرب وإن شاء الله بإذن الله بنقول أن الجمعة القادمة الموافق 18-8 هي أول جمعة تقام فيها صلاة الجمعة في مسجد الأقمر بعد تطوير هذا المسجد المسجد صغير هو من أصغر المساجد التي ترجع إلى الدولة الفاطمية العصر الفاطمي وعلى مستوى مصر إنما يحتوي بداخله ومن الخارج على عناصر معمارية مش موجودة لا في جامع أكبر منه ولا في مسجد أكبر منه 500 متر مربع مساحة هذا المسجد الذي بني عام 519 هجريا لعام 1125 ميلاديا بتكليف من الآمر بأحكام الله أبي علي المنصور الخليفة الفاطمي أنذاك ليكون قبلة سياحية وأثرية هامة تهتم الدولة حاليا بتطويره ضمن خطة تطوير المساجد التاريخية على مستوى الجمهورية